السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أخبرنا الفلكية عن انتقال عطارد لبرج العقرب اللي رح ينتقل يوم الأحد 22 تشرين الثاني أكتوبر رح ينتقل الساعة ستة وثمانية واربعين دقيقة من صباح يوم الأحد ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة ستة واربع وعشرين دقيقة من صباح يوم الجمعة عشر احداش بالنسبة لكوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة والذكاء والكتابة والتحليل وقوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات بالنسبة لصفاته طبعا معروف أنه لما بيكون إيجابي بيعطي الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير والتحليل للأمور وكثرة الحركة أما بالنسبة لإله لما بيكون سلبي بيعطينا إشي واحد وهي العصبية خلال الفترة المذكورة طبعا رح يكون فترة وجوده في برج العقرب رح يشعر موليد برج العقرب بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة وانقدرها على الإقناع خصوصا إقناع الغير بوجهة نظرهم وبرضو بيقوموا بإجراء اتصالاتهم وسفرياتهم الضرورية بيستفيد معهم برضو موليد الأبراج المائية والترابية يعني اللي هم برج الثور برج السرطان برج العدراء برج العقرب برج الجدي برج الحوت هاي هي الأبراج اللي رح تكون أكثر المميزين وطبعا الأشخاص اللي لما نولدوا كان عطارد موجود عندهم برضو في برج العقرب بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا بيكون عطارد عندهم في برج العقرب أو في طالعهم اللي هو العقرب هدول الأشخاص يعني عندهم السر إشي مقدس كتمين جدا وعندهم أسرارهم ما حدا بيقدر يطلع عليهم وبيقدروا أنهم يتغلغلوا في نفوس الآخرين ومعرفة خباياهم وأسرارهم وبرضو المعلومة بتيجي لعندهم بكل سهولة عشان نعرف إحنا إيش أكثر الأشياء اللي ممكن نحكم فيها على عطارد لما يكون موجود بالعقرب إنه إيجابي ولا سلبي فدائما منذكر الزوايا الفلكية اللي رح يشكلها خلال وجوده في برج العقرب ومن خلالها منعرف إنه هو بيميل للسعادة بيميل للنحوسة بيكون ممتزج يعني خليط بين الأمرين خلينا نشوف بالنسبة للزاوية الأولى رح تكون يوم 22 عشرة اللي هي يوم الانتقال زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتشكل يوم 29 عشرة زاوية تقابل إيجابية بين عطارد وبين المشتري نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وكما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبتزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستذع والأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحويل هو فترة مناسب لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات برضو بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 29 عشرة هاي الزاوية زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين المريخ فعشان هيك بيسود شعور في ضيق الصدر فما منتقبل النقد ممكن نثور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل بكشف عيوبه وأخطاءه تجعلنا عصبيين سريعين للإنفعال وبشكل مبالغ فيه وبرضو بتدفع لنا النزاعات والتعقيدات وخصومات في حياتنا الحميمة والمهنية وبرضو بزيد من احتمالية تعرضنا للجروح أو الحروق في نشاطاتنا اليومية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتشكل يوم أربع أحداش هذه الزاوية زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس ابنين شطفة من باشر في أكثر من مسعى في نفس الاتجاه أو أكثر من اتجاه في نفس الوقت وكما أنها بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفاهم مسائل علمية تعذر علينا حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بالنفس وبقوة الحدث الموجودة لدينا وبتمنحنا ذكاء وخيال عالي جدا ومنكون خياليين ومبتكرين وعننا قدرة كبيرة على إقناع الآخرين ولكنها ممكن تضر بالتركيز وبيزيد منها لأمور اللي لها علاقة بالسينما والتلفزيون التلفزي الفن وكل ما الوصلها بالكهرباء وبرضو بيميل لتقوية حدثنا وبيساعدنا حل الأوضاع المعقدة وبيجلبنا دعوات وعروض للسفر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم سبعة أحداش زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتون منصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا غير منطقيين في تفكيرنا وبتسببنا اضطرابات نفسية في بعض الأوقات وبتدفعنا للخداع بتساعدنا في إنجاز أعمال صعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم تسعة أحداش زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو بتزيد من حد الذهننا وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتشكل يوم عشر احداش زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية بتسبب التعب والقلق والحذر وميلنا للكآبة بتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن إنه يضر بصحتنا منلاحظ إنه الزوايا في منها إيجابية ومنها سلبية فعشان هيك خلال الفترة القادمة رح يكون ممتزج يعني بمعنى آخر خليط ما بين السعادة والنحوسة ومتقلب على حسب كشو الزوايا اللي بشكلها خلال الفترة القادمة فعشان هيك يعني بتكونوا متابعين للحركة اليومية عشان نعرف إيش إمتى بيكون سعيد وإمتى بيكون منتحس طبعا الآن بدنا نركز على التوقعات لجميع الأبراج والطوالع يعني بدك تسمع برجك وطالعك خلال الفترة القادمة وتعرف إيش اللي بدك تركز عليه في خلال فترة الثلاث أسابيع اللي هي من 22-10 لغاية 10-11 برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بتجد نفسك بتبحث عن أفضل الطرق لضبط ميزانيتك بشكل معقول لأنه مرت عليك فترة يعني كان في كثير من المطالبات المالية وكان فيه تبذير وإصراف وفيه أمور مالية مقلقة الآن عندك كثير من الأفكار المبتكرة في هاي الفترة للبدء بمشروع أو عمل جديد أهم إشي أنك ما تخبي أو ما تتباطئ بإفشاء أفكارك المبتكرة لأنها فترة إيجابية ودعملة إلك ممكن تكون هاي الفترة جيدة للتفكير الحقيقي بكل ما يتعلق بصحتك وجمالك والرغبة في الإنجاب أيضا انتبهوا لأموركم المشتركة وما تبالغوا بثير في تشتيت ذهنك في أكثر من موضوع وحاول التخفيف قليلا من انفعالك في علاقاتك بشريك العاطفة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما رأى بتظهر في هاي الفترة أو بتقدر أنك تبين قدراتك على الإدارة وضبط الأمور بالطريقة الصحيحة ورح تكون ميالة تبادل الأفكار مع شريك العمل بشكل واضح وأيضا مع شريك العاطفة ورح تجد كثير من الأفكار المقنعة اللي بتدفعك للعمل عندك بعض الأرباح المالية المفاجئة اللي بتدخل السرور على قلبك ممكن تجد نفسك محاور جيد مع شريكك العاطفي وبسود علاقتك يعني نوع من أنواع الجو الرائع أو نوع من أنواع العمق والمال للتفكير المدروس وممكن تخطط لبناء مستقبل مشترك وبتشهد الفترة هاي بعض العلاقات بينك بشكل في نوع من أنواع الهدوء وبرضو جيد للمصالحات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا قدرتك على الصبر ورغبتك في تحقيق إنجازات الأعمال بشكل كبير خلال الفترة هاي وسعيك المستمر للوصول لأهدافك العملية بتجعلك متعاون مع زملائك بالعمل وبتعقد الكثير من الجلسات والحوارات اللي بتكون نتائجها مرضية بالنسبة لإلك بعض الأفكار المهمة اللي بتطرحها بتجد أشخاص بيسمعوا لها وبيسعوا لأخذها في محمل الجد في بعض الأحاديث اللي بتكون شفافة وبتدور بينك وبين أحد المحيطين فيك بتدخل السرور لقلبك ممكن تجد نفسك معجب بهاي الأشياء أو بهاي الأحاديث أو بالنتائج وممكن تتطور العلاقة لعلاقة عاطفية جميلة مع بعض الأشخاص اللي في مكان عملك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا العطارد الآن رح يكون موجود في بيت صديق وقوي بالنسبة لإلك وبمنحك الرغبة في القراءة والمطالعة والبحث عن كل ما هو جديد في حياتك بتدهشك كثير المعارض الفنية والمحاضرات الأدبية والفكرية وبتسعى جاهد في هاي الفترة تطوير هوايتك ولسيما الفني منها بتكون علاقتك مع أبنائك فيها نوع من أنواع الطابع التحاوري أو التبادل الأفكار أو الإقناع أو حثهم على المعرفة والدراسة والتعلم أو تعلم هواية جديدة أو تطويرها الكتاب والمؤلفين في هاي الفترة يعني بتكون فترة مناسبة بالنسبة لهم للدفع قدما بأعمالهم الأدبية ممكن تجد شخص غريب عنك يتقرب منك عاطفيا يعني بلقاء مفاجئ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا عندك أفكار خلاقة وحقيقية في هاي الفترة لا سيما في علاقتك بأفراد الأسرة ممكن تقترح بعض التعديلات والتغييرات المهمة وتحاول إعادة برمجة العلاقة داخل المنزل بطريقة ودية عندك كثير من الأفكار لإجراء تعديلات على أثاث المنزل أو ديكور المنزل أو تغييرات ممكن تجد نفسك مندفع وراء الأمور العقارية البيع، شراء، استئجار أو الدخول في معاملات بتتعلق بذلك فترة مناسبة لتصفية بعض الخلافات أو الدعاوة القضائية ولكن في أشخاص بيحاولوا خداعك أو استغلال طيبتك لتمرير بعض المشاريع فعشان هيك بدك تكون حذر وتتأكد من التوقيع على أي أوراق وتتأكد من صلاحية الأوراق والأشخاص حتى بتلقى اتصال بيدخل السرور على قلبك خلال هاي الفترة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً عندك كثير في هاي الفترة نشاط ولأنه أنت نشط جداً في التنقلات القريبة والتنقلات ما بين المدن والاتصالات أو التنقل من محافظة لأخرى أو سفر سريع من بلد لبلد رغبة في حضور أمسيات أو ندوات معينة ممكن تنشط كثير في المطالعة والرغبة في التواصل والحوار مع الآخرين كثير من الجلسات المفيدة في هاي الفترة اللي طبعاً اللي بيسعى لتأسيس معهد أو مركز تنموي أو تعليمي في هاي الفترة هاي الفترة هي الأنسب لذلك يمعنها فترة مناسبة للتقرب ممن تحب فيه علاقة قديمة ممكن تعود للظهور في هاي الفترة وصداقات بتجدد عاطفياً بتجد نفسك مدفوع لوضع نقاط أساسية للتفاهم مع الشريك العاطفي برج الميزان من نسبة لموليد برج الميزان طبعاً أفكارك الإبداعية المبتكرة في الحياة رح تظهر بقوتها خلال الفترة القادمة بتنصب هاي الأفكار على كيفية الحصول على المال ممكن تدخر بعض الوقت للتركيز بشكل جيد في بعض الصفقات فعشان هيك حاول إنه تتخذ قراراتك بسرعة وما تتخذ جهد للبحث عن مصادر كسب حقيقية بتحاول إعلام مشروع أو اختراع أو كتاب جديد للنور علاقاتك المالية في هاي الفترة هي محط اهتمام ورح تجد أشخاص بيدعموك وبيقدمو لك يد المساعدة بتجد بعض الحميمية في علاقاتك مع شريكك العاطفي أيضاً بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً يعتبر هذا الشهر هو الشهر الذهبي أو شهر القوي بالنسبة لإلك خلال هاي السنة تجد نفسك محط إعجاب الآخرين ومصدر بهجتهم وفرحتهم وتفائلهم الكبير عندك القدرة على الإقناع وخصوصاً إقناع الآخرين بوجهة نظرك وتغيير الأمور للأفضل بطريقة تشاركية وتحاورية أيضاً ابتجد نفسك محاط بمجموعة من المهتمين وبتكون الأضواء مسلطة عليك بشكل إيجابي عموماً فترة مناسبة للتحصيل العلمي والدراسي وبتجد برضو بتميل للقراءة والمطالعة والرغبة في المعرفة يعد وجود عطارد في برجك برضو انتقال الشمس اللي راح تكون خلال يوم بعد هذا الانتقال من أجمل الفترات على الإطلاق بالنسبة لإلك فترة مناسبة حاطفياً لتبادل الأفكار مع الشريك والوصول لتفاهمات جديدة ومرضية لا سيما بعد فترة من الانقطاع أو الظروف المعاندة بسبب تواجد أغلب الكواكب في بيت متعبك برج القوس طبعاً طبيعتك المتحدة والمندفعة ما راح تعترف في هاي الفترة بأي حواجز أو عواق راح تبحث عن الحقيقة في كل شيء راح تميل لمعرفة الأشياء والأشخاص والأمور بعمق ما بترضيك الأمور السطحية في هاي الفترة ممكن هيك تهتم بكل شيء جديد فرصة حقيقية للتعرف لأشخاص بيكون لهم دور مختلف في حياتك فلا تفوت هاي الفرصة من إيدك وحاول لأنك تعفو عن أشخاص أساؤولك وتفهم وجهة نظر الآخرين في أشخاص ممكن يتقربوا منك عاطفياً بطريقة مقنعة بترضي غرورك برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعاً هذا شهر شهر الصداقات والرفاق والعملاء والأنصار برضو بتكون في هذا الشهر محط أنظار المحيطين فيك وبرضو ممكن يظهروا لك الكثير من التقدير والإعجاب والود وبرضو بتميل لطبيعتك المعتادة في الحوار وتبادل الأراء والرغبة في طرح المسائل بكل عمق والرغبة في الوصول لها معرفة كلية عليك التخفيف من توترك في هاي الفترة وحاول أنك تعود لطبيعتك الحقيقية المليئة بالمرح والود في كثير من الأشخاص اللي بيكون لهم أو بتكون لهم أو بيكونوا لك المحبة وبيحاولوا مد جسور التواصل الحميمي معك في هاي الفترة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا أنت الشخص اللي هذا الشهر بيحاول أنه يجد مكانه الصحيح لدى المسؤولين عنه في العمل بيحاول التقرب منهم وطرح أفكار عليهم ممكن تجد بعض هاي الأفكار طريقها في التحقق بعض المشاريع اللي بتفكر فيها بتحتاج للكثير من الدعم فما تغامر فيها إذا كنت بتبحث عن الحب كون دائما على طبيعتك المهذبة بعيد عن المبالغة أو التصنع في مشروع ممكن يرى النور خلال هذا الشهر برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هذا الشهر هو شهر السفر الخارجي لسيما للدراسة الأكاديمية عندك كثير من الفرص الحقيقية للتعاقد مع جامعات خارجية للدراسة أو التدريس أو السفر لبعيد أو التعامل مع الأجانب وبتنشطوا بشكل واضح في الاتصالات الخارجية مع أشخاص بقيمهم خارج البلاد وممكن تعود هاي الاتصالات عليك بالخير لكثير برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتجارة بالاستراد والتصدير بيستفيدوا من تبادل الأفكار والصفقات المربحة في هاي الفترة ولسيما الخارجي منها بتحاولوا التقرب من شريككم العاطفي بطريقة ودية وقائمة يعني على الحوار الأجواء تقريبا فيها كثير من المزايا وكثير من المكاسب في الفترة القادمة هيك بنكون انتهينا من حلقتنا للأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة